والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد أخبار المال والأعمال وليلة عمر إليك ليلة شكرا يوسف شكرا هيبة وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة أكدت إدارة البورصة المصرية للسلع أنه تم طرح 5000 طن من السكر من قبل خمس شركات لإنتاج السكر الأبيض خلال عقد أول جلسة لتداول سلعة السكر الأبيض كأحد أهم السلع الأساسية في منظومة السلع الغذائية للمواطن وتقدمت سبع شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع وتم التنفيذ لست شركات بإجمالية 4000 طن بمتوسط السعر يبلغ 24300 جنيه لطن الواحد يأتي هذا الطرح بناء على توجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق والتعاطي مع المستجدات العالمية لضمان الشفافية في التعاملات التجارية وفي ضوء تكلفات المجلس الأعلى للاستثمار لتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع أكدت وزارة التنمية المحلية أن إجمالية الاستثمارات التي ضخطها الدولة في محافظة القليوبية خلال الفترة من يوليو من عام 2014 وحتى غصوص الجاري بلغت حوالي 95 مليار جنيه وذلك في مجالات تنموية عدة وخلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية برفقة محافظة القليوبية أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن الخطط الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023-2024 بلغت حوالي 825 مليون بنيها المركز السلامة هو سفخمت الرئيسي في المركز الرئيسي في المؤطة من عدة شهور بدأنا نعمل الفرعيات بتاعتنا فيه كل المحافظات بتكليف من فخمته عايز أقول مركز السلامة هي حقق أهداف كبيرة وكتيرة أن الوزارة مع المحافظات مع المركز الرئيسي اللي بتشفى عليه إدارة الإشارة والإشارة النهاردة السيد مدير الإشارة في الافتتاح ده والتعاون دائم بيننا وبين قواتنا المسلحة المستمر وعايز أقول طبعا ودايما قواتنا المسلحة وشرطتنا متواجدين بنا في كل ما نعمل من مشروعات عايز أقول إن احنا النهاردة بافتتاح هذا المركز استطاعنا إن احنا نحقق إدارة كبيرة للسيطرة على الأزمات اللي بتدار إدارة الأزمة داخل المحافظة الوزارة المحلية هي الظهير فعلا دي المحافظة في التنصيق والتعاون ومتابعة ومعاجعة كافة خطط التنمية على مستوى المحافظة يمكن سيادته النهاردة إن شاء الله إحنا بدأنا بافتتاح تفقد الأول المبنى بتاع المحافظة لأن فعلا كان بقاله فترة طويلة جدا عشرات سنين لم يطولوا التطوير الحمد لله تم تطويره افتتحنا المبنى افتتحنا طبعا حاجة مهمة جدا اللي هو مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والسلامة العامة وده طبعا كان مناء على توجيات بينشاء مناء على توجيات السيد الرئيسي الجمهورية بمتابعة جدة الحقيقة من السيد وزير التنمية المحلية والحمد لله افتتحنا وجاهز العمل ان شاء الله الفترة الجاهبة في نوع من التدريب في أسواق البترول العالمية صعدت أسعار النفط وسط مؤشرات على تباطئ الانتاج في الولايات المتحدة وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 8 من 10% إلى 84 دولار و 80 سنة للبرميل كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% إلى 81 دولار و 25 سنة للبرميل وارتفعت أسعار المزوت عالميا بنسبة 2.18% لتصل إلى 3 دولارات و 13 سنة للتر وترجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.67% لتسجل دولارين و 55 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أفادت هيئة المواني النايجيرية أن صادرات المنتجات غير النفطية شهدت زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري حيث قامت نايجيريا بتصدير 3.5 مليون طن من المنتجات غير النفطية خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023 وذكرت الهيئة أنها تسجل نموا في الصادرات غير النفطية منذ عام 2019 والتي بدأت ب2.8 مليون طن وزادت خلال عام 2020 إلى 3.8 مليون طن مشيرة إلى نمو حجم الصادرات في عام 2021 إلى 3.79 مليون طن أعلنت شركة جاز بروم روسية إرسال 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يأتي ذلك بانخفاض طفيف من 42.4 مليون متر مكعب أرسلتها الشركة إلى أوروبا قبل يوم عبر الأراضي الأوكرانية أعلنت المفاوضية الأوروبية أن منشأة تغزين الغاز في الاتحاد الأوروبي باتت ممتلئة بنسبة 90% قبل شهرين ونصف الشهر من المهل المحددة لبلوغ هذا المستوى في الأول من نوفمبر وأشارت المفاوضية الأوروبية إلى استعداد القرى بشكل جيد لفصل الشتاء المقبل في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاليته في مجال الطاقة وتقليل اعتماد الدول الأعضاء بالتكتل على إمدادات الغاز الروسية ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى ليسف وهبا الاستكمال النشر إليكم شكرا لك ليلى